الميتا فيرس أو الفضاء الافتراضي طبعا كلنا يعني يتفاجئنا للأيام اللي فاتت بأن شركة فيسبوك هتغير اسمها لميتا طب ايه ميتا وليه هتغير اسمها وجي الموضوع ده طبعا بعد ما قالوا السيرفيرات بتاعت الفيسبوك كلها اتعطلت وقعدنا ساعات من غير سوشيال ميديا يعني فيسبوك وواتاب وعلامات استفهام كتير والشركة ما طلعتش بعدها وضحت وفضلنا نفكر وبعدين اتفاجئنا بموضوع ميتا ده ايه السبب؟ وبعدين اعرفنا انه لا ده يبقى في حاجة اسمها ميتا فيرس العالم الافتراضي اللي هيخليك تبقى في المكان اللي انت عايزه طبعا تعمل اجتماعات مش من خلال بقى برامج زي زوم أو غيرها لكن انت موجود مع الناس بشكل طبيعي كأنك فعلا سافرت او رحت لهم او رحت مكان تاني عايز تشتري سلعة بدل ما تعاينها بصور تفضل تكبر وتصغر في الصورة وتجيلك السلعة هي ولا مش هي لا ده انت كأنك واقف في المحل اللي انت هتشتري منه بتعاين البضاعة بجد وتشوفها وتقلب فيها وكل حاجة هو الكلام ده جديد علينا ايه اللي انتوا بتقولوا لا لا ده الكلام ده تقريبا من سنة 92 وكان فيه فيلم سنو كراش ده يرويت خيال علمي اتكلمت على عالم الفضاء الافتراضي وكانت ثلاثي الابعاد نيجي بعد كل السنين دي 2021 شركة فيسبوك تقولك انه هيبقى فيه تطبيقات او applications للعالم الافتراضي هي بدأت بالفعل ولا لا هيكون ليها خصوصية او فيها خصوصية ولا لا طبعا احنا يعني شركة فيسبوك اتعرضت لانتقادات كتير بانها بتبيع بيانات المستخدمين وانها بتستغل وبتنتهك الخصوصية والكلام كتير وما الميتا فيرس تبقى ايه لما الفيسبوك العادي كان بيحصل كتا نهاردة نعرف اكتر ايه موضوع الميتا فيرس ده وهنشوفه في الواقع امتى وهل هو مفيد ولا اضراره ايه اكتر نهاردة بسعيدنا وشرفنا دكتور اوسامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات سلام خير يا دكتور سلام خير يا دكتور نهاردة جدا يا دكتور ايه موضوع الميتا فيرس ده هو موضوع بدأ بس يعلن عنه دلوقتي لك هو موضوع زي ما تفضلت حدثك من زمان فترة طويلة هو اسم ميتا فيرس قديم برضو هي ميتا دي حدثك يعني ما وراء طمام نحن دائما كنا في التكنولوجيا دائما في حاجة اسمها ميتا داتا ما وراء الداتا يعني مثلا ده مصطلحات فميتا مستخدمة كتير الى ما وراء وهي كلمة يونانية اصلا تمام فيرس بقى لك ده يونيفرس فهو بدأ اليونيفرس وقالك ده فيرس فميتا فيرس يعني ما وراء الكون اللي هيحصل فيما بعد كده يعني اللي هو انت عندك ما لنهاية من التطوير هيحصل لكن الموضوع البعد التالت وموضوع الورياليتي الواقع الافتراضي ده احنا مثلا شفناه من عشر سنين عمليا في علعاب الاطفال دعا لو رحت اي مول هتلاقي فيه سينما سيفن دي اللي هي بيدخل جواه الطفل وتتحرك بيه مين وشمال والي قالت وعدت تصوت وإحنا مش عارفين بصوته بصوته على ايه فبيدخل جواه فيلم رعب مثلا او بيركب قطر ويطلع وينزل به فالسيفن دي ده هو بشارع على مؤسرات كلها الحسية بتاعتك انت لابس نظارة والفيلم ده فيه بعد تالت انت شايفه وكمان فيه مؤسرات خارجية كهربا بحس بكهربا مثلا اه هوة الكرسي بيتهاز فيه رجراجة بتحصل ممكن مياه لو مثلا انت داخل في مكان يروح راشين عليك مياه فبتحس ان انت عايش جواه فطبعا العقل الانسان بيحس ان هو داخل جواه فعليا يعني فده النموذج اللي بتاع الاطفال اللي عملوه هو ده النموذج بتاع الكبار اللي هيحصل بس الفرق ايه هنا في ايه بقى انه الفيلم اللي انت بتشوفه ده متصور قبل كده صح الجديد بقى كل واحد هيصور فيلمه هو كل واحد هيصور فيلمه بمعنى ايه بمعنى ان هو لايف يعني ولا انه لايف بالظبط او يعني انت خلاص الهاوى يعني انت خلقت شخصية كرتونية لك تانية اسمها بيسموها الافاتار يعني فانت بقى عندك افاتار جواه عالم افتراضي العالم الافتراضي ده فيه مكونات كتيرة جدا زي اللي في الحقيقة بالزبط بس الافاتار ده كانت برضه من ايام الرواية من 92 هي نفسها هي حضرتك اللي احنا بنشوفه خيال العلمي دلوقتي هيحصل بعضين افلام الخيال العلم احنا نشوفها على ارض الواقع لانها دي بتبقى مبنية على ابحاث على فكرة احنا بنقعد كنا نتفرج على فيلم خيال العلمي يقول ازاي جابوا الفكرة ده هو تكسيد الشخصية يعني الحد مات مثلا زي اللي حصلت في الحفلات الغنائية في الفترة الفاتت دي داخلها ضمن التقنية بتاعت الميتاورس اسمها هيلو جرام هيلو جرام دي بيحققوا يعني الاحلام اللي هي كانت بيحققوا بيخلوها حيئة زي اعتقد سيارة تيسلا الكهربائية اعتقد ان هي كمان كان حد كاتب عنها يمكن من 40-50 سنة يعني ما بص حدثك فيه مؤسسات ضخمة جدا وابحاث احنا مش كمواطنين مش بنبقى عارفينها صحيح الابحاث دي فيه ابحاث سرية الابحاث دي اصلا طلع من المثلا الخمسينات موجودة وبتدخل جوه اجراءات تنفيذية وتجارب عملية بياخد سنين بقى بياخد سنين انتو مثلا هكنا سمعنا مثلا الجيش الامريكي عنده مبنى تحت الارض 30 طابق ده كله بحثي شركة بحثية يبقى منك شركة بحثية يقول دورها انها بتاخد الابحاث احنا بقى فيه حاجات بتطلع للنور وفيه حاجات بتؤجل وفيه حاجات بتفشل زي اي بحث يعني فهم بتوع الخيل العلمي بياخدوا بقى من الابحاث دي حاجات وينزلوها تمهيدا لاستقبال العقل البشر ليه لكن فيه علماء مثلا فيزيا وكينيا عملوا تجارب في الالف وتسعمائيات يعني والتجارب دي وابحاثها محتفظ بيها اللي احنا بنشوفها كل شوية طيب فاللي هما بيعملوا دلوقتي التسلسل الطبيعي اللي بيحصل في مجال التواصل الاجتماعي احنا مثلا للمجالات الازمة بتاعت كورونا كل الناس اعتمدت على منصات الاجتماعات الافتراضية طبعا الاجتماع الافتراضي احنا نسميه افتراضي دلوقتي اللي هو بالشكل العادي لان انت حرك في مكان وانا في مكان وبنتكلم مع بعض عبر الانترنت طبعا بعد كده طلعوا نموذك تاني لاجتماعات رجال الاعمال انه بيجيب لك شاشة كبيرة قوي وشاشة دي عندها كاميرا متخصصة وحددتك عندك في بيتك او في مكتبك كاميرا تانية زيها فالناس بتوعد على طبعس الاجتماعات لكنهم قديم مع بعض فعلا دي حصلت دي موجودة التطوير بتاع الفيديو كونفرنس يعني الفيديو كونفرنس بس الفيديو كونفرنس ده قديم قوي ده بس بالشكل الافتراضي الكامل لكنك قاعدين مع بعض وشايفين بعض غير ما بنقض على زوم بيبقى بس الكاميرا جايب ده رايح بقى ناحية الميتا فيرس بقى اللي حرك بتقوله هي بقوله حركة ده التسلسل حصلت كده الميتا فيرس اللي هما بيتكلموا عنها بقى مستقبل اكبر من كده ان انت هتبقى تدخل جوه اللعبة زي الافلام اللي فيه افلام نزلت انه شخص داخل جوه اللعبة وعايش اللي بحصل جوه اللعبة فانت اللي هيحصل تدري جيل قدام انه الشخص هيبقى داخل جوه اللعبة مش بس بيتفرج من بره يعني بشكلنا وحشة يا دكتور هنبقى عديد بنتنطط في البيت ونعمل كده هنوصل لان نروح زمن غير الزمن طيب يعني اللي عايز يرجع لورا ويطلع له قدام ممكن يعملوها اصلها انت بتبرمجي المحيط لكن انت الشخصية بتاعتك هي الشخصية بتمثلك انت يعني بتروح يتقابلي صحابك بتروح يتعملي شوپنج زي ما قلتي بتروح يتجامعة تروح يتدريسي فهم يعني كل ده انسان قاعد في بيته والافاتار بتاعه بيتحرك بالناب هو بس كل تطور بيحصل طبعا ليه كوارث يعني كل ما بتزيد التكنولوجيا كل ما بيزيد الانفتاح وكل ما بتنعدم الخصوصية فزا كنا في فيسبوك والواتاب والمشاكل الناس بتقابلها وبياناتنا وتجسس والكاميرا والمايك بتاعنا امال من في الميتا فيرسا هيبقى الوضع ايه يعني طبعا هيبقى اكتر طبعا الخصوصية تبقى كده علنا على كل الناس مفيش خصوصية مفيش خصوصية طبعا كل شوية كل ما احنا ازداد تعاملنا مع الانترنت كل من عدمت الخصوصية كل ما زودنا اعتمدنا عليه كل من عدمت الخصوصية لكن هو المصيبة الاكبر من كده هو البعد الاجتماعي يعني انت بسايا عادين في عزلة يعني انت حادتك قاعد في البيت كل واحد لابس النظارة السودا وقاعد في البيت يعني تخيل ان احنا كلنا دلاته بنشتكي لما الاسرة تقعد كل واحد ماسك موبايل وبيتكلم عليه بسايا عادين قدام بعض مش هنشوف بعض باقي يعني بقى ام عادين لابسكوا مشايفين بعض اصلا في مشكلة اكتر يا دكتور ممكن حكيت فيها قبل كده اللي هي فكرة انا هروح اماكن مختلفة تمام فزي ما هروح الكنيسة واروح الجامع واروح هتفسح في بريس واروح هتفسح في مش عارف في اي مكان اكيد هيبقى فيه اماكن مخلة وهتستهدف المرهقين وهتستهدف اطفالنا فاعتقد يعني الموضوع لو ملوش فكرة كنترول على القل لكل بلد بثقافتها تقدر تتحكم بشكل او باخر اعتقد الموضوع ممكن يفلت مننا هو دي حدثك نقطة في غاية الهمية لانه ده هدف يعني تدميري معروف يعني اللي هو عن حرية المطلقة الحرية المطلقة دي بالنسبة للغرب هم عاوزين يعمموا فكرة حرية المطلقة يعني مفيش عندك اي قيود اخلاقيا ولا دينيا ولا اجتماعيا مفيش قيود نهائيا فبالتالي انت بتعيش في تعمل اللي انت عاوزه مع معنى الملخصة وده مش يبقى له حساب يعني اللي هيدخل فيش حد هيتحاسب على حاجة غاضعة مانا انها في واقع افتراضي بالضبط مش بس كده ومن بس هو عاش التجربة يعني هي المشكلة ان هو الانسان بقى نفسه معاش تجربة المخلة بأي قوانين يعني فهو حصها يعني فده طبعا دي من عناصر هدم البشرية يعني صحيح انت بتتخلى عن كل حاجة وده لك مطلق الحرية يعني انت دلوقتي بينادوا برا بالحرية المطلقة للانسان كمان انت بقى عندك في العالم الافتراضي مفيش اصلا اي قيود صحيح يعني تعمل اللي انت عاوزه طبعا دكتور برضو فكرة ان هو مارك بيستعين بعشر تلاف مهندس من اوروبا بارقام مزهلة جدا باستثمارات كبيرة جدا جدا تضاقى حراك ان هذا الواقع الافتراضي يعني اللي استعانى بعشر تلاف مهندس من اوروبا ده يعجل وجود المتافيرس او يسرع من وجوده ايه هو مشروع عصو ضخم برمجيا ضخم يعني او حداتك بس نقطة مهمة قوي اللي احنا بنشوفه دلوقتي عالم افتراضي بندخل مثلا سينما ثري دي بنضبس النظارة بنشوف العاجات قريبا فالفيلم ده اصلا منتج ومبرمج صح انت بقى ازاي تدخل جوه الفيلم يعني ازاي انت تبقى جزء منه جزء من الفيلم ممثل جوه الفيلم تعيشه دي بقى معناها ان انت بتبرمج المحيط كله بتاعك تمام فانت بعد كده هيحتاجي برمج العالم كله يعني انت خيل كده انه يعمل برمج العالم كله المدرسة او انت بنفسك بقى بتنشئ شخصيتك كمان وبتتعامل بتنشئ بيسموها سلسلة من الاحداث الجديدة يعني زي ما الواحد كان بيعمل لنفسه اكاونت هي الفكرة دي ان انا بنشئ لنفسي العالم اللي انا هبقى فيه اللي هيقلي ان انا اعمل ده طب اكيد الموضوع ده تكلفته كبيرة لست حضرتك كنت بتقول يعني طب في الدول النمية ومع التكاليف الكبيرة جدا دي هل هيكون برضو هما كمان متاح لاستخدامهم يعني اعتقد النظارات دي هتبقى بأرقام ان انا هتعامل مع الابليكيشنز دي هتبقى بفلوس النظارات حقيقيا غالية النظارات حوالي 300 دولار وفيسبوك اصلوا بيستعمل نظارات بتاعت جوجل كمان اه وهم على فكرة العملقها الثلاثة شغالين في الموضوع يعني مايكروسوفت شغالة وجوجل بتكلموا ان يبقى فيه تعاون اكتر ما فيه كل واحد لوحده كل واحد عامل حتة فيلا نستعمل مع بعض اوهو ده التنفسية اللي هتحصل لانه مايكروسوفت اوهو بعد ما فيسبوك اعلنوا يوم الاسبوع اللي فات نزلوا منصة تواصل افتراضية للاجتماعات على حاجة اسمها تيمز فيه حاجة اسمها مايكروسوفت تيمز فنزلوا عليها منصة افتراضية والفيسبوك نزل لعبة افتراضية وهكذا يعني فهم يفضلوا ماشيين شوية بشوية التكلفة طبعا هو انت عندكش تكلفة برمجة كدولة نامية غير ان انت عندك انترنت سريع بس احنا مستقبلين احنا مش هيكلفهم حاجة غير الانترنت انترنت سريع ونسبة الانترنت يا دكتور احنا عندنا اخناقة كبيرة جدا بتحصل في العالم مخاصطا بين الصين والولايات المتحدة الامريكية على ما يسمى بالفايف جي ويعني يقال من يملك الفايف جي سيملك العالم وكانت الصين هي اللي خدت يمكن الخطوات الاولى قبل الولايات المتحدة الامريكية بتدت تفرش في اوروبا بتدت امريكا تشيل الحاجات اللي في اوروبا وبتدت قصة كبيرة كده وصلوا في موضوع الفايف دي وهل الفايف دي في وجود الميتا فيرس ممكن فعلا يغير من شكل العالم تماما والضغطي كمان بيكلموا في الساكش جي يعني خلاص الفايف كمان برضو مشتغلش لسا الفايف جي اتاخرنا اوية الفايف جي وفكرته حدثك انت هدلوقتي الابراج بتاعت الموبايل اللي احنا بشوفها في الشارع عندنا دي الابراج الضخمة الطويلة بتاعت شركات الاتصالات دي اللي بتوصل الشبكة من نقطة لنقطة صحيح فانتا ممكن يكون في مكان ما فيه الشبكة وفيه مكان الالترنت ضعيف لان الابراج دي تابع على بعض الكيلومتر مثلا يعني كل برج من التاني بعضه كيلومتر الابراج بتاعت الفايف جي دي بتابع على بعض أمتار من بعضها فبالتاني الموجة بتاعت التردد بتكون قريبة جدا من بعض كويس لا فيش حاجة فصلة بينهم يعني كمان اي حد بيتصل بيهم بيهو كمان بأناخل للموجة يعني مثلا الابراج دي بينها بعض أمتار وفيه راوتر وحضرتك معك موبايل وحضرتك معك موبايل فانت كلنا بقينا نواقل للانترنت فبالتالي انترنت اللي بيروح عشان تداون ملف مثلا في 30 ثانية هتداون لود الملف ده في أقل من ثانية لانه المسافة الرابط بتاعت الموجات نقل الموجات الرابط فهي فكرة بتاعتها دي الناس اعترضوا عليها لي عشان انت بتقولي الابراج بتاعت الموبايل الموجود وبنشتكي منها عشان الموجات خطر على الصحة موبايلك بقى انت هتعيش جوه الموجة لان انت هتبقى نفسك ناقل للموجة على فكرة يعني موبايلك لانت باسك في يدك بتكلم في التليفون ناقل للموجة فانت هتبقى ناقل للموجة يعني موبايلك نفسه هتبقى ناقل للموجة دي فخلاف برا على الموضوع الصحي الناتج عن الترددات القريبة جدا دي لكن هو بيتطبق يعني هو ده تطبيقه معناه ان انت الانترنت بقى في لمح البصر يعني أنت ماشي في الشارع معك إنترنت كل حاجة حولك في إنترنت التحذرات بتبقى من فكرة الواي فاي أن أنت يعني ما تاخدش توصل موبايلك بشبكة أنت ما تعرفهاش موبايلك بيبقى متاح للشبكة دي يعني أو للشخص ده بيبقى كأنك ديته الموبايل بالباسورد كثير مننا يعني ما بيرعيش ده ما بنصدق أننا ناخد واي فاي من مكان ففكرة الخصوصية في ده إزاي وأنا إزاي أحافظ عليها وإحنا دخلين على معركة شارسة ما فيهاش أي نوع من أنواع الخصوصية هو يعني أول حاجة بنصح بيها حراتك برامج الأنتي فيروس عشان رايح نفسنا من الموضوع بتاع أعمل إيه ومعاملش إيه برامج المعروفة بتاعة الأنتي فيروس الشركات العالمية الكبيرة اللي بنشتريها مش بنزلها ببلاش دي بتقوم لك باللي أنت بتدور عليه ممكن توقف لك شبكة هتحس فيها ممكن توقف لك شبكة هتحس فيها توقف لك مثلا فأنا ما أغلبش نفسي وما أعملش نفسي يعني يفهم كل حاجة أنا أشتري الاشتراك ده واشتراك ده على فكرة ممكن يغطي عدد مجموعة كبيرة للأسرة كلها مثلا أو عشرين شخص أو عشر أشخاص بشتري باقة بتكفي على كل الموبايلات كل الأجهزة هي بالباقة يعني عشان تبقى هالمتاحة لكل الناس بأسعارها لهم يقدروا يشتروا برنامج كده آه يعني مثلا ممكن هي أربعين دولار تكفي عشرين جهاز لمدة معينة ويتتجدد أربعين دولار طب تقولها كويس جدا يعني أعتقد معقولها كمان يعني الجهاز يقف كده بدلار تقريبا آه بدلار في السنة يعني في بلاش يعني فهي بس دي من شركات معروفة بتاعت برامج حماية مهمة جدا حضرتك دي لازم كل الناس استعمال حدش بياخد باله من النقطة دي أعتقد حدش بيأمن جهازه كده آه فيه دكتور بعض القويل اللي بتتقال يجوز تكون صح ويجوز تكون غلط فكرة السيطرة أو فكرة النضارة لما هتبقى موجودة وفي الآخر هو مارك بيعمل كده ليه أو الشركات العملاقة بتعمل كده ليه لأن هي عايز تكسب وهو حتى مارك تكلم وقال إن سياسة الميتا في الشركة الجديدة بتاعته إن هو عايز يكسب هيبقى برضو سياسة وجود الإعلان بشكل كبير والمعاقات اللي بنشوفها في الفيسبوك هنشوفها إن شاء الله في الابليكيشنز اللي جاية لكن فكرة السيطرة على الفكر بشكل أكبر على الأفكار على طريقة الكلام بشكل أكبر من خلال هذه النضارة ببعض تقول درجة نوعه يوصل إن هو يبقى فاهم أنت بتفكر في إيه قبل حتى ما تتكلم يعني هو طبعا هو يعني فيه بعد أهم هو عاوز يكسب هو الأول عاوز يمتلك الناس يعني فيه فرق من أنا عاوز أكسب من أوراك فيه فرق أنا أكسب من أوراك أو أن أنا أمتلكك كلك يعني أنا أمتلك فيك قد إيه بالتالي أقدر أكسب منك إيه هو عاوز يمتلك كل عاوز يمتلك الناس البشر يعني يعني هو كل اللي بيحصل ده حتى أنا مش ماركت عايز مننا يا دو هو مش ماركت حتى ده توجه يعني أجهزة الخبرات ودول يعني ده سباق دولي عشان امتلاك البشر امتلاك دي بقدر انا اوجهك اقدر اكسب منك فلوس اقدر اخذ اللي في جيبك اقدر اخليك تقوم بثورة اقدر اخليك تنتحر زي الألعاب يعني اقدر اتحكي فيه زي ما انا عايز فانت بتاعت سيطارتي يعني بتاعت سيطارتي دي بقى من ضمنها المكسب المادي لكن طبعا هو اللي بيحصل ده اسمه السيطرة كاملة على البشر الانسان بيبقى هو نفسه السلعة يعني هو انت نفسك او اللي انا عايز اشتريه يعني الموضوع صعب جدا الحقيقة والواحد لما بيقف قدام كل تطور بنكرر مرة تاني ليه الضريبة بتاعت والضريبة بتاعته بتكون حياتنا وخصياتنا بس احنا صعب اننا ما نواكبش اللي بيحصل لها دكتور يعني محدش فينا هيبقى قادر انه يمنع نفسه من التجربة بتاعت الميتا فيرس اقول انه يستخدم التطبيقات اللي كلنا هنعمل كده اللي ليه لازمة بالنسبة له حاجة مهمة او لا هل فيه اي حاجة متاحة زي ما حاجة قلت دلوقتي على برامج الانتي فيرس مثلا دي بتحمي منتهاك خصويا في حتة معينة مع التقدم ومع موضوع الميتا فيرس فيه اي حاجة ممكن لحداك انواردة تنصحنا بيها نعملها مع استخدامنا لها في الفترة اللي جاية تقينا ولو النسبية نعرف نتعامل صح ازاي هو يعني المشكلة في الاستدراج يعني زي ما انت قلت كلنا هندخل هنستعمل الادوات التكنولوجيا بس المشكلة في الاستدراج ان انا بقى شوية بشوية بسيب نفسي لحد دا ما افقدها خالص لكن طول ما انا بعمل كنترول آف امتا ما بقاش مدمن للحاجة دي كل ما انا بقى كويس احنا بنا بخاف على الاطفال على الشباب الصغيرين لانه هو مش ياخد باله هيستدرك تماما الى الخطر يعني زي ما احنا بنحصل دلوقتي ما فيه حاجات موجودة دلوقتي على الانترنت مضرة جدا الالعاب اللي وصلت بعض الخراب انهم يعني يقتلوا حتى كمان الالعاب والحركات الانهابية لستدراجة الناس او ان هو الانسان يموت نفسه زي الحوت الازرى والالعاب مشابه يعني فهي مشكلة في اي حاجة حاجتك استدراج يعني هم طلعين دلوقتي كانوا طلعهم من كام سنة موسيقى بتاعت مقدرات انت اسمعها فعلا تدمن عليها وزيها زي المقدرات بالزبط ترددات صوتية لو الشباب سمعها بيحس ان هو اكينه عنده النشوة بتاعت المقدرات وده بيأكد كلام حضرتك الصراع على امتلاك الانسان اه اه امتلاك اكبر قدر من كيان الانسان على تفكيره على نمط حياته على اتجاهاته على حتى اتجاهاته السياسية والعطفية وكل شيء طبعا في نظريات صراعات عالمية خفية اقولك مثلا ايه الناس دول الفائرة دول ما لهمش لازمة اه ممكن دول يعني يحصل لهم حاجة علشان بقيت الناس على فلوس تعيش مرتاحة انه الناس الارض عمالة بتزيد نموها السكاني فايه المشكلة لما يموت بقى العدد فهو لما يكون متحكم في ده يقول لك لما موت الحب دول والحب تانين يعيشهم مثلا في سيطرة سياسية يقول لك انا همشي انهي قانون الرأسمالي ولا الشيوعي ولا كذا فانا مسيطر على الناس اللي عايشين في دولة الشيوعية وانا دولة الرأسمالية فانا استأمل اماخدهم من ناحيتي انا في تفكيرهم ده احتلال الكتروني في سيطرة دينية في سيطرة اجتماعية في سيطرة اقتصادية كل دي حدثك لما انت تملك البشر هتعرف سيطرة عليهم مش هنقولنا السورات قامت الفيسبوك او سورات في دول يعني اه كلها بسبب يعني سوشال ميديا ده كمان يعني اه يعني ما بلك بقى لما ندخل بقى في عالم افتراضي وسيطرة كاملة على البشر فطبعا احنا ما نستدركش بس يعني احنا بنتعامل مع اي حاجة قدامنا مغير ما نستدرك لما نحس ان احنا بتاخد زي ما احنا دلوقتي كنا بننصح الناس بلاش تقعد على الموبايل فترة طويلة بلاش تفضل مسكه وساب الوراك خلي فيه كومينيكيشن شوية مع الناس بدل ما انت بتتكلم من بعيد لبعيد روح عامل زور اهلك وقريبك يعني كل ده بنلاقي شباب على الصفحات تك 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 وشاطر ويعرف يرد ميت رد في الدقيقة وعلى الطبيعة مش متفاعل ما بيعرفش يتكلم اصلا يعني صحيح عشان ما فيش احتكاك مباشر مع الناس طيب دكتور احنا القاعدة العريضة مننا ناس كتير قوي يعني بستخدموه مثلا كبار سني بستخدموه ناس برضو انا مش خبير في التكنولوجيا ففكرة ان انا بستخدم الانترنت ازاي مش كلنا عندنا المعلومات اللي تخلينا نستخدمه بحكمة ده اللي بيخلي ناس تتعرض للابتزاز ناس للنصب ومشاكل طبعا البنات حدث ولا حرج في المشاكل اللي بتحصل لهم وما باحث الانترنت دلوقتي جاهدة بتحاول انك قدم بلاغ او اعمل ازاي مع التطور الفضيع والنقلة الكبيرة اللي بتحصل فجأة في حياتنا دلوقتي برضو نحمي نفسنا من المشاكل اللي انا بقول عليها خصوصا الناس اللي ما يمتلكوش ادوات قوية للتعامل مع الانترنت حدث تحط تعليمات بسيطة جدا اليوم عشان ما تبقى ستعبة يعني احنا متفقين لازم برامج الحماية دي التنزل رقم اتنين انه ممنوع تدوس على اي لينك يجي لك من اي حد تدوس عليه تفتحه لانه اللينك ده بيكون في فيروس دي مهمة جدا ممنوع تحط بياناتك حد يتصل بيك يقول لك قلي بياناتك او حد يكتب افتحك صفحة حتى لو رقم تليفوني بس مهاردة البنوك بتنبه ده انه بلاش ارجوك محدش هيطلب منك يقول لك بياناتك اي يعني اه يعني احنا نبسط للناس اللي غير محترفين في استخدام الانترنت التعليمات بسيطة يعني فموضوع البيانات رقم التليفون بيحطوه ده بيتبيع لشركات مبروك كسبت معنا كذا وحط لي رقم مش عارف كم مليون دولار وإيه فالناس تدخل قلت لك ده رقم التليفون بس انا ما دخلتش كارت ولا حاجة يعني ورقم التليفون ده بس يزعاج بعد كده يتحاول الى ازعاج شديد يعني لكن بتاعك يعني كل بيانات كل بيان انا بفرط فيه بيكون قدامه عامل خطورة الى زي كون انا مسلا بشتري سلعة من مكان معروف مسلا حالك بتيجي في اوقات المناسبات يبعثوا للسيدات او يشوفوا اعلانات كتيرة جدا لحاجات شوپنج من بره مصر صحيح بسعار رخيصة قوي وطبعا كل ده نصب فيروح دايس او السيدة داست وتحط بياناتها وتشتري تدفع بالكارت وتدفع بالكارت وتاخد الفلوس من في شعر بالجل نهاردة انا كنا بنتكلم قبل كده على فكرة اللي بيحجزه في الجامعات خارج مصر مجرد بس ما هو بيحاول يتواصل مع الجامعة كذا حد بيتصل به يقول له بعتلي الفلوس على الرقم ونصبين يعني مش الجامعة الاساسية يعني مع كتر التكنولوجيا مع كتر ما هيزيد حاجات كتيرة جدا منها النصب بشكرك جدا نورتنا ودائما من الحابة متاعنا وبتيجي بتضيف لينا معلومات جديدة في العالم الصعب جدا اللي احنا منتظرينه وقلقانين منه يعني فبشكرك جدا دكتور أسامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات نورتنا جدا يا دكتور شكرك نورتنا يا دكتور صباح خير على حضرتك موارد تاني وبنشكر حضراتكم جدا على حسن مطبعاتك يقول لينا في حلقة النهاردة بكرة ان شاء الله تسعة صبح اللقاء جديد ويمكن جميع صباح الفل موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة